السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نسوي انفو جرافيك باسرع الطرق الممكنة من خلال برنامج البوربوينت كما تشوفون هنا التصميم جدا اشوفه رائع وهذا تصميمي طبعا طبعا طريقة الحفظ مرت جدا سهلا نحدد على الكل بشكل هذا بدأ نقول الحفظ كصورة تمام سطح المكتب الان حفظت سطح المكتب بتنسيق صورة لما نفتحها تشوفون طبعا نستعين بموقع هذا الموقع اللي حاب ينسخ الرابط هذا فوق وبكتبه بأول تعليق يعطيك نماذج مجانية حلنا نبي نهتم بالاشياء المجانية ويعطيك اشياء مدفوعة فيه اشياء مجانية وفيه اشياء مدفوعة على سبيل المثال راح ندخل على هذا تمام ونقوم بتحميله مثلا اريد هذا اللي عليه كذا نتوقع انها يعني في عليه مقابل أو شيء زي كذا تمام او انها مجموعة من المتأكد على العموم نقوم الآن بالتنزيل بعملية التنزيل هنا هنا download go premium طبعا هذه هنا بفلوس ناخذ الاشياء المجانية انا اخذتها اللي ما عليها علامة التاج هذه فهي عبارة عن اشياء مجانية نقوم نحملها بكل سهولة انا ودي اخذ التنزيل اللي انا اخذتها بس ما ادري وين هو فيه بالضبط اتوقع من هنا بس اني ما ادري وين بالضبط اتوقع ان هذا لا في شي انا اخذتها كان مجاني جدا اتوقع ما ادري هو هذا ولا على العموم ناخذ على سبيل المثال هذا وقل download بورباينت نختار الصيغة تمام مثل ما قلنا اللي عليها تاج من هنا هذه عليها مقابل والاشياء اللي ما عليها تاج هذه مجانية ايضا بالامكان يعني محتكرة على الموقع هذا نقدر نحمل على كذا موقع اصلا نكتب هنا انفجرافيك بورباينت مجاني وتجيك نماذج تقدر انت يعني تعدل عليها بكل سهولة يعني ليست محتكرة على هذا البرنامج على العموم نشوف التنزيلات الملف اللي قمنا بحفظه قبل قليل نلاحظ انه يعني جاب لي كم تصميم نقدر نعدل عليه ونكتب يعني مثلا هنا على سبيل المثال هنا نحط تمكين تحرير وهنا انواع مثلا نكتب انواع انواع دقيقة بران عربي يمكن نغير الخط خلني غيره هنا انواع المركبات على الطرقات مثلا على سبيل المثال عندنا الباص نقدر نحدد هنا على الجميع من هنا بشكل هذا نقول الخط يكون عبارة عن مثلا بس انا بأعطيكم بشكل مختصر يعني هنا الاولة هنا باص مثلا الثانية اسعاف الثالثة سيارة خاصة مثلا والرابعة سيارة مثلا شحن على سبيل المثال هنا مثلا نكتب نبدل هذه مثلا ونكتب تتميز ب رخص ثمن الركوب فيها مثلا على سبيل المثال الاسعاف تنقل المصابين السحن السيارة الخاصة بلا 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 كذلك السيارة الشحن بلا 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 هنا نقدر نكبر الخط نقدر نعدل عليه نضبط نغير خطوط طبعا انا عندي خطوط كثيرة بقناتي في طريقة كيف تدرج مجموعة من الخطوط على جهازك طبعا خلاص خنقل مثلا انت هنا من هذه مثلا هذه اقدر اوخرها من هنا او اني اكبرها بالشكل مثلا على سبيل المثال اللون هذا مثلا اقدراني غيره ا خليه باللون الاحمر على سبيل المثال الطريق هذا مثلا ا بخليه بالملون الاسود والابيض الخطوط هذه الصغيرة مثلا بخليها باللون الاحمر اللون الاحمر كامل و هكذا انت قدر تعدل على اي شي تبغى تمام خلاص انتهينا من التصميم كيف نحفظه نقوم كنترول شين يحدد على جميع الاشكال او جميع الصورة او جميع الكتابات ونقوم هنا حفظ كصورة تمام على سطح المكتب حفظ الان انحفظت عندنا راح تصير هنا بالشكل هذا انحفظت طبعا انحفظت بلا خلفية يعني مثلا انا لما احط لك الان احط لك مربع كبير مربع كبير عشان بستاضح الصورة هذا المربع لما اجيب القبل شوي وينها هنا تلاحظون ان الخلفية ما في خلفية يعني خلفيتها شفافة مثل ما نقول لكن لو هذه حطيناها كخلفيتها نقول احضار الى الخلفية تصير خلفية ايش خلفية الصورة اللي نبغاها طيب ما نبغى باللون الازرق هذا نبغى يكون باللون الابيض فلما نقول كذا نختار باللون الابيض والاطار باللون الابيض لما نحدد عليهم كلهم ونقول حفظ كصورة ونحفظها واجيبها لكم الان تصير خلفيتها بيضة كما نلاحظ لو نسحبها الان صارت خلفيتها بيضة شفتوا شنون الخلفية واضحة جدا يعني شوفوا هذا الطريق شوفوا هنا صارت الخلفية بيضة بعكس اللي قبل شوي كانت الخلفية شفافة طيب كذلك هذه نقدر نعدل عليها على حسب ما نبغى تمام ونكتب الاشعارات وكذا وكذلك الخلفية نهتم للخلفية اذا كنت تبغاها خلفية شفافة او كنت تبغاها خلفية مثل ما تقول بألوان فنقول هنا احضار الى الخلفية تمام نجيب مربع ونحطه وراء واحضار الخلفية نقدر نغير بالاشكال والألوان ونقدر نحط تدرجات على حسب اللي احنا نبغى من التدرجات كذلك يوفر لك بربعين تدرجات مثل كذا راح تصير مثل ما تقول كأنها 3D تحمل طابع 3D هنا بعد برضه نقدر نعدل نحرك نزين نشيل اللون نسوي اشياء كثيرة من خلال هذا البرنامج الرائع او عفوا الموقع اللي يقدم لنا نماذج لانفو جرافيك طبعا نقل نحنا هذه باموال مقابل وفي اشياء مجانية ممكن ان تحملها بكل سهولة يعني هذا ممكن انه مجاني نحمله على طول بكل سهولة مجاني يعني مو بالكامل ولكن يعتبر مجاني نضغط هنا يتحمل معنا على طول بشكل ديريكت وايضا اذا انت مثلا ما عجبك هالموقع ممكن بامكانك تستبدله تكتب انفو جرافيك بربوينت مجاني ويجيك عدة مواقع سواء مواقع عربية او مواقع يعني غير عربية اتمنى ان الشرح كان مختصر سريع اتمنى اني وفيت في طرح هذه المادة اشكركم على الاستماع ولا تنسوا باقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله ولا حلال قتل بالله الباقيات الصالحات اشتركوا في القناة